تحديثنا في المثال على كيفية ارتباط المنقل عن قص لننقل بين المواضيع وخارفة دسل الف الواحد وتعرف في هذا المنقل على كيفية ارتباط إلى ملف جديد أو إلى ملف جديد تمهز مصدقا كما نتعرف على كيفية عمل الارتباط الخارجية ونحن على الارتباط الجديد نقوم باسكالية التي تقوم بإنشاء الارتباط عليها ثم نقوم بقائنا المشاركة في المستار هاته الرينك باستيار Create New Document سوف ينشاء ملف جديد ونحن بالكتابات المستارة فنحن بإسم الملف الجديد سلسانة of new documents وليكن newproducts.hls وينشاء تحديد المشاركة الذي سوف يسم لحفظ الملف الجديد عن طريق مفتاح K كما يمكن أن الأكتابات التي تتظهر عندنا نظور بمؤشر على الارتباط الذي سيتم إحضره بالضغط المفتاح Screen وفي الخانة من Tab Text نقوم بقائنا المشاركة لكي نتعلم وفي الخانة من Tab Text نقوم بقائنا المشاركة لكي نتعلم وفي الخانة من Tab Text نقوم بقائنا المشاركة لكي نتعلم وعند اختيار The New Document Later لن يتم ملف العمل الجديد داخل المرنانك بمجرد الارتباط ثم عند اختيار Edit The New Document Now سوف يتم ملف العمل الجديد داخل المرنانك بمجرد إنشاء تحديد الارتباط لكي نتعلم ثم نقوم باختيار Add New Document Later ثم نضغط Open فيتم إنشاء تحديد الارتباط تظهر الارتباط التي توجد بإضافتها لكي نتعلم المربع في Tab وعند الضغط في المؤسسة المعروف على هذه الارتباط يتم فتح الارتباط العمل الجديد الذي قمنا به به فنغلق هذا الارتباط للعودة إلى الارتباط الرئيسي من الأخرى ولعمل الارتباط على Hyperlink لكي نتعلم موجود بالفعل نقوم باختيار الارتباط التي نستخدمها في الارتباط ثم نضغط على المفتاح Hyperlink من الشريف Start ومن الجود Link 2 نضغط على المفتاح Existing File or Appage ونضغط الملف الذي يجيده من هذا الارتباط نذكر هنا أنه يمكن ربط أي ملف آخر زي نفات الExcel أو المسلمات الHTML حيث يمكننا عمل هذا الارتباط من الملف شورة او ملف فيديو او ملف فيديو او ملف فيديو في اثنان انشاء الارتباط نضغط OK وبالضغط نشر المالس على الارتباط يتم ملف العمل الذي كنا بتحديد لهذا الارتباط وللعودة للملف الرئيسي مثلا أخرى نضغط على المفتاح Clue ولعمل الارتباط للمالس خارجي على ساعة الانترنت نقوم باختيار الخليج التي نريدها ثم نضغط على المساكل خرصو الواقع في لوحة المساكل فيضغط على ربع أحواري فيضغط على ربع أحواري تظهر الكتابات على موجود هداف الأساسية التي يكون لإختيارها في الـ Text to Distance ثم نضغط على كتابة عنوى الأوقع والذي نظر الانتقال إليه كان Address .www.clabgf.com ثم نضغط على المساكل OK فيتمنى العمل الارتباط وفي الضغط على هذا الارتباط يتم مفتح الموقع وفض العنوان وقمنا بتحديد داخل المتصف الافتراضي المعرف على الارتباط الكمبيوتر وإن نضغط على إنساء الأشياء لإرسال الأشياء عن طريق البريد الإلكتروني نقضر هذه الخلية ونضغط على المساكل نصول واكل ونروحة المساكل ثم نضغط على المساكل email address من الجزء وطلعنا email address نقوم بكتابة عنوان البريد الإلكتروني الذي يمكن إرسال الارتباط إليه أستغل أحد عناهات بريد الإلكتروني الموجودة في الإلكتروني وبهذا كان يستطيع فتح التطبيق الخاص بإرسال إقبال البريد الإرسالي ويظهر مجال البريد الإرسالي الذي أدخل في الخانة توقف تلقائيا كما يظهر نوعي الرسالة في الجزء ساردك ويستخدم هذا الجزء لإدخال محتوى العالة التي يملك إرسالها ولإرسال هذه الرسالة نضغط على المستعمل ولإرسال التطبيق بدون إرسال الرسالة نضغط على كبس ونختاره لإغلاق هذه الرسالة فيما بعد إذا أردنا تعديل مصر الارتباط نضغط نفتاح المصر العيمن على الرسالة التي نريد تعديلها ونختار إرسال خائفر لينك للقائمة المختصة ومن هذا المصر الواري نختار الملف الجديد الذي نريد الارتباط به ونضغط OK أما إذا أردنا حذف الارتباط من الكتابات نضغط بمفتاح المصر الأيمن على الارتباط الذي نريده ونختار Remove Hyperlink من القائمة المختصرة فيتم إزالة الارتباط وتتحول الكتابات إلى كتابات عادية داخل صفحات العمل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر